كيف تفسر ذلك يعني أولا تحيات لحضرتك والضيوف الكرام ولكل السادة المشاهدين المؤكد أن الثقافة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تدنت بشكل كبير للغاية والأمل الوحيد فقط أن يكون هناك التزام بالقانون وبالدستور الأمريكي إذا ما نظرت مثلا للمناظرة الأولى التي كانت بين جو بايدن وبالرئيس ترامب استخدم فيها ألفاظ في اعتقادي لا يليق أبدا بمرشحين في دولة عملاقة ودولة عظيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية نفس الأوصاف التي تحدث أيضا بها الرئيس ترامب عن وجود فساد وتزوير وغيرها نعم هذا الألفاظ استخدم في الدول النامية ودول ليست لها تاريخ عريق مع الدموقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكن ربما ذلك يتفق مع شخصية الرئيس ترامب هو رئيس دائما يوصف بأنه رئيس شعبوي ويرود أن يخاطب العواطف أكثر ما يخاطب العقول أيضا ربما رأى الرئيس ترامب في النتائج الحالية هي فرصة أولا لتقليل أو ضعاف شرعية حتى بايدن إذا ما فاز ودخل البيت الأبيض لأن بالمناسبة نحن الآن أمام مشهد مختلف تماما عن المشهد الذي تم الترويج له قبل 3 نوفمبر عن المشهد الذي كان قبل 3 نوفمبر أن الديمقراطيين سوف يكتسح الانتخابات بالنسبة كبيرة للغاية وأن بايدن ربما يحصل على ما بين 303 أو 320 صوت انتخابي في ليلة يوم السلساء تحدثوا عن موجة زرقاء سوف تكتاح كل الولايات الأمريكية وأن ربما الولايات التقليدية فقط الجمهورية هي من ستنتخب ترامب وما دون ذلك ترامب بعيد تماما عن الفوز رأينا استطلاعات ترامب تتحدث عن فروق هائلة ما بين 10 إلى 16 وحيانا 19 نقطة ما بين ترامب وبايدن كل هذا الأمر لم نراه بداية من الفرز يوم السلساء أو مساء يوم السلساء الماضي بل بالعكس رأينا الرئيس ترامب يحصل على ولايات مهمة حصل على ولاية فلوريدا 29 صوت وهي ولاية كان قضى فيها رئيس جو بايدن فترة طويلة جدا ويقال أن الديمقراطيين أنفقوا فيها أموال طائلة ورغم ذلك ورغم أن فيها كبار السن ورغم أن أكثر الولايات التي دفعت تعدد كبير جدا من الضحايا في فيروس كورونا سواء ضحايا أو مصابين رغم كل ذلك صوتت ولاية مستفى لوريدا لرئيس ترامب نفس الأمر في ولاية أخرى مهمة مثل ولاية أوهاي وولاية آيا وغيرها هذا المشهد الانتخابي في اعتقادي أعطى ترامب بعض الأمل أنه يمكن أن يبقى في البيت الأبيض لكن خصوصا أن المؤشرات الأولية يوم السلساء ويوم الأربعاء كانت تقول أنهم متقدم حتى في الولايات الحالية المتأرجحة كانوا متقدم في البداية في بنسلفانيا ب700 ألف صوت كانوا متقدما في جورجيا في أريزونا في نيفادا كانوا متقدما في كل الولايات لكن السيناريو أيضا الذي جرى الحديث عنه قبل 3 نوفمبر وأن الجمهوريين هم من يصوتوا يوم الانتخابات وأن أصوات البريد سوف يتم فرزها وبالتالي سوف يظهر تقدم للجمهوريين في البداية ثم يتلوه بعد ذلك قلب للطاولة من قبل الديمقراطيين هذا السيناريو نحن الآن فيه بشكل كبير للغاية في اعتقادي نحن وصلنا إلى نقطة في غاية الأهمية النقطة الأولى هي اقتراب النتائج بشكل كبير للغاية وهنا نقطة قانونية كثير من الولايات تقول أنه إذا كان الفارق بين المرشح الأول والثاني عقل من واحد في المئة يحق للمرشح الخاسر أن يتقدم بطلب لإعادة الفرز وبالتالي نحن يمكن أن نكون أمام سيناريو لإعادة الفرز في أكثر من ولاية من الولايات الحالية سواء كان في بنسلفانيا أو في جورجيا أو في أريزونا أو في غيرها إلى أمر الآخر نحن أيضا أمام حقائق أن ربما بعض الحماقات التي ارتكبها الرئيس ترامب ضد بعض الشخصيات أو في بعض المواقف هو يجني سمنها الآن سياسيا يعني مثلا عندما كان أهان جون ماكين جون ماكين معروف أنه بطل قومي على مستوى الأمريكي وهو أنحدر من ولاية أريزونا كل الاستطلاعات التي جرت مع الناخبين فور خروجهم من صندوق الانتخابات في أريزونا وهي ولاية بالمناسبة ولاية جمهورية بامتياز ومنذ عام 1992 وهي تصوت للجمهوريين قالوا لهم لماذا أعطيتم هذه المرة أصواتكم للديمقراطيون قالوا لأننا لا نقبل مثلا أن يقوم رئيس ترامب بإهانة رمز وطني وليس رمز الأريزونا مثل جون ماكين باعتبار أنه كان مشاركا في حرب فيتنام وتم أسره وتم تعذيبه وما إلى ذلك قلة النسب واحتمالية إعادة الفرز أعتقد هذا سيطيل فترة التوصل إلى من هو المرشح الذي يمكن أن يدخل إلى البيت الأبيض في نفس الوقت لدينا أيضا مصار طويل جدا ومصار قانوني يعني مثلا لدينا بعض الولايات رؤسائها ديمقراطيون ورؤساء المجالس التشريعية فيها بالعكس جمهوريون أو العكس من سيبلغ النتيجة هل سيعترف حاكم الولاية إذا كان مثلا ديمقراطيا بفوز الرئيس ترامب في نورس كارولينا هذا الأمر مهم للغاية لأن شرط أساسي للنتيجة قبل الذهاب إلى يوم 14 ديسمبر وهو اليوم الذي سوف يجتمع فيه المندوبين الكبار ويسم الرئيس الفائز لابد أن يكون حاكم الولاية أو الولاية صدقت على هذه النتيجة نفس الأمر بالنسبة إذا حدث خلاف يوم 14 ديسمبر ماذا سوف يحدث يوم 6 يناير عندما يجتمع الكونجرس ويقوم بتثبيت الرئيس الفائز في ظل الخلاف الحالي ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين لكن أنا في تقديري يوم 20 يناير القادم سوف تنتهي كل هذه القضايا الانتخابية بين قوسين ولن يتلك الرئيس ترامب فيها الخروج من البيت الأبيض وسوف يخضع للقانون الأمريكي وسوف يخضع لضغط الجمهوريين لأن هناك حزب وهناك مؤسسة وهناك الكونجرس وبالتالي الجمهوريين إذا كانوا خسروا انتخابات الرئاسة هذه المرة ربما سوف يبدأ من اللحظة التي يقر فيها بالهزيمة على انتخابات عشرين واربع وعشرين وبالتالي لن يسمح للرئيس ترامب أن يعطل مسيرة الحزب في الانتخابات التي تتلو بعد ذلك في عشرين واربع وعشرين ترجمة نانسي قنقر